لويز بوع مورتي نجم طبعا منتخب البرتغال والأرسنل السابق واحد يمكن من الجيلة زهبي الحقيقة للجانرز مع طبعا مارك أوفر مارس مع تيري هنري أو تيري هنري مع بيراس وغيرهم من نجوم الأرسنل اللي الحقيقة يمكن حققوا بطولات كتير خليني الحقيقة أتكلم معها أكتر عنها طبعا دي أهدافه في دوري الإنجليزي لعب لعدد كبير طبعا من فرق أو من قندية الدوري الإنجليزي وليه يمكن درب الجزاء هنتكلم عليها درب الجزاء شهيرة جدا وغريبة جدا من نوحة يمكن هتشوفوها النهاردة الأول مرة خليني نتكلم معها أكتر على المنتخب البرتغالي حامل اللقب اللي أصبحت فرصته للتأهل للأدوار اللي جاية صعبة جدا بعد ما خسر طبعا من منتخب ألمانيا بنتيجة 4-2 وفي انتظاره مواجهة صعبة جدا مع المرشح الأول لتحقيق لقب اليورو فرنسا هتكون مواجهة نارية وتكرار أو كلاكت تاني مرة لنهائي النسخة الأخيرة خلينا أتكلم مع لويس بوامورتي نجم طبعا منتخب البرتغال اللي هيكون دفنا فيه أسادسة من خلال فيديو كونفرنس بداية طبعا برحب بيك على شاشة النادي الأهلي وبشكرك على وجودك معنا في أسادسة وأنا أرحب بكم أيضا قبل ما أدخل معك في الكلام على اليورو وعلى منتخب البرتغال بالتحديد خليني أفكرك بواحدة من أشهر ركالات الجزاء ويمكن تعتبر واحدة من ضربات الجزاء الفريدة والغريبة من النوحة لو تفتكر تسجيلك وتتلعب في التوقيت ده مع فورهم الإنجليزي ودخلتها عايز أعرف منك أنت كنت محضر لأنك أنت تسددها بالطريقة دي كنتم تضرب عليها ولا كانت يعني وليدة اللحظة لا كان هذه ضربة الجزاء كنا معتادين التدريب عليها في حصص التدريبية وبينما أنا أنفسها في هذا المباراة في الدعاء الخيرية تذكرت التدريب ونفستها بهذه الطريقة خليني أبدأ معاك بالكلام على المنتخب البرتغالي والحقيقة منتخب يدوم عدد كبير من أسماء وعدد كبير من النجوم السوبرستارز يعني وكان كتير بيرشحه لأنه هو يحافظ على اللقب اللي حقا في النسخة الأخيرة لكن يمكن البعض بيرى أنه العروض اللي قدمها المنتخب البرتغالي لا تؤهله للمحافظة على اللقب هل تتفق أم تختلف مع وجهة النظر دي؟ هل تتفق أم تختلف مع وجهة النظر دي؟ الأمر يعتقد الأمر كان صعبا لكن ليس بالمقارنة بعام 2016 تأهلت البرتغال بالفعل رغم صعبة الموقف للمرحلة التالية لكن في الوقت الحالي لدينا فريق قوي جدا تشكيلة قوية من اللاعبين ذو الخبرات لذلك أعتقد أن البرتغال جاهز للتآهل وأعتقد أن اللاعبين جاهزين حتى لو لم تآهل في المركز الأول خلينا أسألك على المباراة ألمانيا الأخيرة في وقت تقدم فيه بالفعل المنتخب البرتغالي في المباراة بالتسجيل عن طريق كريستيانو رونالدو لكن المباراة شاهدت انهيار وتراجع غريب للمنتخب يدوم عدد كبير جدا من نجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، برونو فرناندز إيه هي أهم أسباب الخسارة أو تراجع مستوى البرتغال في المباراة دي على وجه التحديد؟ هو ليس بانهيار ولكن كان يوما سيئا بالنسبة للفريق بالكامل الفريق لم يؤدي كما توقع المدير الفني المنتخب الألماني متخب طوي جدا وستطاع التحكم في زمام الأمور وإذا استطعت أن تجاري المنافس ولم ترتاكب أخطاء فبالتالي ستؤدي بشكل أفضل لكن هذا ما حدث في كل الأحوال لكن إذا ما قاررنا الأسماء الموجودة مع كامل الإحترام المنتخب الألماني زي ما قاررنا الأسماء الموجودة في تشكيلة البرتغال على مستوى كل الخطوط لعبين على مستوى عالمي كلهم تقلقوا مع عنديتهم في المسابقات المختلفة اللي بيلعبوا فيها بداية من خط الدفاع عندنا روبين دياز واحد من أفضل مدافعين في العالم دلوقتي وصولا لخط الهجوم اللي بيعتبر ناري في المنتخب البرتغالي ورغم كده كان فيه تسايد كامل لمنتخب ألمانيا على مدار المباراة خصوصا بعد مبادرة البرتغال بالتسجيل هل بتعتبر أنه ده مسئولية للجهاز الفني ولا تراجع في مستوى اللعبين ولا مشكلة في عملية الانسجام والتناغم بين الأسماء اللي بيضمها المنتخب البرتغالي لا يوجد مشكلة بالنسبة للمدير الفني واللعبين هو فقط كان يوما سيئا اللعبون كانوا جاهزين بشكل جيد لكن الجانبين الماني والبرتغالي منتخبين قويين جدا ولذلك كان يوما سيئا فقط للبرتغال لا يمثل هذا الفريق القوي إذا اعتبرنا ده حالة استثنائية خلينا نروح للمواجهة المنتظرة مواجهة من العيار الالتييل جدا هتجمع بين منتخب بكرا إن شاء الله بين منتخب البرتغال ومنتخب فرنسا من وجهة نظرك كيف سيأخذ سانتوس المدير الفني لبرتغالي المباراة وهل تتوقع أن يكون فيه تغيير فيه التشكيلة سواء من ناحية الأسماء أو من ناحية طريقة اللعب لمواجهة ديوك الفرنسا لا أعتقد أنه سيوجد تغييرات كثيرة في صفوف المنتخب البرتغالي أعتقد فقط أنه سيرتب للمباراة بشكل أفضل بالتأكيد سيتكلم مع اللاعبين عن المباريات الماضية ويعالج الأخطاء والمدير الفني درب الفريق لعدة سنوات فهو استطيع أن يعالج هذه الأخطاء ولديه خيارات كثيرة ولديه خيارات كثيرة ولكن أعتقد أنه سيبدأ بنفس التشكيلة أعتقد أنه هو المزيد من التغييرات في المباراة القادمة وأعتقد سنشاهد مباراة جيدة وأعتقد أن الفوز سيكون للبرتغال مواجهة يترتب عليها التأهل للأدوار التالية أو الخروج من البطولة هل تعتقد أنه إذا تأهل المنتخب البرتغالي هل مازال عنده نفس القدرة للحفاظ على اللقب اللي حقه في نسخة 2016 بالطبع بالطبع البرتغال لديها فرصة قوية جدا للحفاظ على اللقب لا أعلم إن كنت أعلم ذلك لكن البرتغال منتخب قوي جدا ولو فاز البرتغال بمباراة الغد سيفوز بالبطولة بالطبع من المنتخبات اللي بترى أنها بتملك فرصة منافسة البرتغال على تحقي اللقب يعني مين هي المنتخبات من واقع المواجهات الجولة الأولى اللي أنت بالتأكيد تبعتها شايف أنه عندها حظوظ للوصول لقب اليورو 2020 يوجد العديد من الفرق القوية جدا في البطولة على سبيل المثال ألمانيا أدت أداء قويا هولندا كذلك وأيضا يوجد منتخب البلجيكي فبالنسبة لي هذه الفرق الخامسة بجانب إيطاليا وأسبانيا لديهم فرص قوية نحن أكيد صدرنا بمستوى المنتخب الإسباني لكن لديهم يظل لديهم فرص قوية بجانب ألمانيا وهولندا والبرتغال وبلجيكا هذه هي الفرق التي أرشحها كثير من المعجبين أو المشجعين المنتخب البرتغالي بيروا أنه منتخب كريستيانو رونالدو ورغم أنه المنتخب الحقيقة زي ما قلت بيدم عدد كبير جدا من الأسماء المحترمة هل بتعتقد أنه أداء أو نتائج المنتخب مرتبط بشكل مباشر بمستوى كريستيانو رونالدو إذا أجاد فالمنتخب بيكسب وإذا لم يجيد فالمنتخب من الممكن ويتعرض لخسارة ولا بترى أنه منتخب بيعتمد في المقام الأول والأخير على الكرة الجماعية على كل النجوم الموجودة فيه هذه تظل آراء الناس خارج الفريق ويجب أن نحترمها بالطبع لكن في وجهة نظري ليس بمنتخب كريستيانو رونالدو واحدة وفقط هو بالطبع هو أفضل لعب في العالم لسنوات بجانب ميسي لكن أعتقد أنه ليس منتخب كريستيانو رونالدو واحدة أنه منتخب قومي كما تعرف منتخب قومي يعبر عن البرتغال وليس لعب بعينه كثير من الأراء كمان وأنا يمكن بتطفق شخصيا مع الأراءة كانت بتشوف أنه جواو فليكس النجمة البرتغالية ونجمة أتلكو مادريد هو الخليفة المنتظر لموهبة بحجم وقيمة كريستيانو رونالدو ورغم كده ما شوفناش ليه دور قوي أو بصمة واضحة مع المنتخب البرتغالي من وجهة نظرك إيه السبب فده جواو فليكس جواو فليكس جواو فليكس لم يلعب كثيرا حتى الآن أصيب قبل مباراة فرنسا مباراة فليكس فبالتالي لن تلعب بشكل جيد في حال الإصابة خليني أخذك لأهم اللاعبين اللي لفتوا ناظرك من واقع متابعتك للجولة الأولى مش بس على المستوى البرتغالي على مستوى كل منتخبات مين ترشحهم يكون يكونوا نجوم في أندية الدوريات الأوروبية المختلفة بعد انتهاء بطولة اليورو حتى الآن يوجد العديد من اللاعبين في هولندا لاحظتهم في هذه البطولة هناك أخي من إنجلد يتعب بطولة في إنجلترا أكثر من اللاعب أكثر من اللاعب في المنتخب التي كذلك ليس فقط مجرد أن نقول أن هذا اللاعب بعيني لكن في هذه اللحظة يوجد العديد من اللاعبين بالفعل يأخذون وقتا طيبا ويؤدون أداء جيدا في هذه البطولة سنرى أمامنا المزيد من اللقاءات لنرى المزيد من الأداء الجيد لويز بوامورتي أنا عارف أنك أنت يمكن بعد انتهاء مسيرتك في الملاعب كلاعب طبعا في عدد كبير من الأندية تجهت للتدريب على مستوى طرق اللاعب على مستوى التاكتيكس هل أحس أن في شيء جديد أضافته بطولة اليورو لنحية الخططية للنحية التاكتيكية ولا نتكلم على مدارس كلاسيكية أو تقليدية تابعتها من خلال أداء معظم المنتخبات؟ بالطبع أضافت للجميع من أحياء الفنية والخططية هذه المنافسات قوية جدا كل هذه البطولات كوبا أمريكا واليورو والكان كل هذه البطولات تضيف لكرة القدم وتضيف للفرق المشاركة هذه المنافسات جيدة جدا للمشجعين وليس المدير الفنيين فقط أنا أشاهد فبالتالي أتعلم حينما أنزل للملعب هل في مدير فني أو طريقة لعب أو نحية خططية أو تاكتيكية في المنتخبات اللي شاركت في الجولة الأولى لفتت نظرك أو حسيت أنها بتمثل اتجاه جديد في كرة القدم؟ هذا الأمر مختلف تماما لدينا تشكيلات مختلفة وطرق لعب مختلفة فبالتالي أعتقد أن التشكيل له تأثير وأعتقد أيضا أن أداء اللاعبين والتزام اللاعبين بالطريقة الخططية للمدرب كل هذا مبني على اللاعبين والتزامهم الخططي يجب أن يدرسوا الخطة بشكل جيد بعيدا عن النتائج وفكرة التأهل من عدمه من المنتخب اللي حسيت أنه صاحب أكتر كرة ممتعة في بطولة اليورو؟ حتى الآن يوجد العديد من الفرق بلجيكا على رأس هذه الفرق وأيضا هولندا ويوجد أيضا المنتخب الإيطالي يقدم كرة جيدة أيضا لذلك هذه الأندية طبعا بجانب المنتخب الفرنسي والبرتغال في المباراة الأولى فقط لذلك هذه الفرق وحتى الآن لا يوجد فريق واحد استأثرة بالأداء المميز سؤالي الأخير لك هيكون بعيدا عن اليورو السؤال الحقيقة متعلق بنادي الأرسنل واللي يمكن في الوقت اللي أنت كنت تلعب فيه كان ليه شعبية كبيرة جدا على مستوى العالم وكان يضم عدد كبير جدا من نجوم المميزين في كرة القدم الأرسنل يعاني في حقبة أو في فترة مرحلة ما بعد أرسنفينجر تولى المسئولية أناي إمري توصولا لأرتتا طبعا ولكن ما زال الأرسنل بعيد عن نسخة الأرسنل الإنجليزية اللي يمكن تقلقت وكانت بتنافس على مستوى إنجلترا وأوروبا من وجهة نظرك إزاي يرجع الأرسنل عن تراك زي ما بيقولوا مرة تانية هذا يعتمد في رأيي على الإدارة ويعتمد أيضا على منظومة ككل وليس المدرب بحد ذاته فأرسنفينجر كان يعمل في فريق عمل كامل كان لديك مدرب أناي إمري لكن طريقة مختلفة تماما فطبيعي الأمر يختلف بعد أرسنفينجر لو كان المدرب يلعب بطريقة معينة والمدرب بعده يلعب بنفس الطريقة سيختلف الأمر كل مدرب يسلك طريقه الخاص به فبالتالي لا تستطيع أن تنسخ طريقة أداء المدرب السابق كما هي فالأمر يختلف لويز بوامورتي نجم ومنتخب البرتغال والأرسنل سابق بشكرك شوكرا جزيلا على وقتك وعلى مشاركتك معنا يا سادسة وإن كنت الحقيقة يمكن أختلف معك في جزئية القدرات منتخب البرتغال بيدم أسماء كبيرة جدا يعني يعني إحنا عندنا في مصر لو مع منتخب مصر فيه لعيبة مثلا زي جواو فليكس وكيستان رونالدو بس ما عنديش شك أن المصريين هيبع عندهم رغبة في أنهم ينفسوا على كاس العالم ومع ذلك نتمنى كل التوفيق طبعا لمنتخب البرتغال عندنا كلام مهم جدا على مشاركة المنتخب المصري في الأوليمبيكس وعندنا كلام على مفاوضات طبعا اتحاد المصري مع نادي ليفربول ومع الكاف الإفريقي لأنه فيه رغبة حقيقة فيه الاستعانة بنجوم النادي الأهلي اللي عندهم ماتش إن شاء الله يكون عندهم ماتش مهم يوم 17 فيه نهائي بطول الدولي الأبطال وإمكانية مشاركتهم مع المنتخب المصري فيه أوليمبياد توكيو فاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة بكل التفاصيل